في الحادي والعشرين من يونيو الماضي تم تنصيب مملكة البحرية رسميا لرئاسة المعهد الدولي للعلوم الإدارية باعتباره أعرق وأكبر منظمة دولية في مجال العلوم الإدارية على مستوى العالم جاء ذلك تتويجا لما تنتهجه المملكة من سياسات تتبنى العديد من الاستراتيجيات النافذة التي تكفل رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بانظمة العمل الحكومي تحقيقا لتطلعات المواطنين إن تنصيب مملكة البحرين رسميا لرئاسة المعهد الدولي للعلوم الإدارية كمنظمة دولية تعد الأعرق والأكبر في مجال العلوم الإدارية على مستوى العالم يأتي تتويجا لما تنتهجه المملكة من سياسات مدروسة تتبنىها القيادة الرشيدة ودعمها اللامتناهي لعديد الاستراتيجيات النافذة التي تكفل رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي تحقيقا لتطلعات المواطنين هذا التنصيب الدولي على رأس منظمة تضم ما يزيد على 600 عضو مشارك من مختلف دول العالم ممن ينتمون لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ما هو إلا دليل واثق بملامحه الجمالية تم وضعه في إطار مساع البحرين المستمرة وقيادتها لمتنوع الجهود البحثية الرامية إلى الارتقاء بمنهجيات الإدارة العامة حول العالم والذي انعكس إيجابا على مكانة المملكة دوليا ووجودها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية كمرجع دولي في هذا المجال وبما يحقق طموحاتها الريادية في تشكيل ملامح مستقبل البحث الإدارية الأمر الذي وثق من استحقاق البحرين لهذه المكانة بين الأمم مجتمعة لتنطلق بخطى المتسلح بإمكاناتها نحو تحمل مسؤولياتها في وضع الأجندات البحثية وتعزيز الحلول وفق أحدث المناهج العلمية ليهم قضايا الإدارة في المنطقة بما يرتقي بمستوى حياة الفرد والمجتمعات ومن ثم المساهمة بشكل فاعل في تشكيل ملامح الأجندة الدولية للبحوث الإدارية من خلال تعزيز العلاقات مع المراكز العالمية وإثراء المنظومة البحثية العالمية بجملة من الخطط العصرية التي تأخذ بيد العمل الإداري نحو الشمولية والتميز لتلفزيون البحرين محمد رشادات